تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمين مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدور يسوع الكلمات أنمو بالحجمات والنعمة أتشبه بالمسيح تلميذ الميذ لسيدي المسيح تلميذ الميذ وأعيش للمسيح تلميذ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان العين سراج الجسد قال رب يسوع في عزة الجبل في متة ستة اثنين وعشرين سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون ممكن نفهم هذا التعليم أو هذه العبارة بودوح إذا نظرنا أن العين باعتبارها نافذة الجسد كما أن الضوء يدخل الغرفة عن طريق النافذة ويتلون حسب لون زجاجها هكذا تتشكل حياتنا بحسب عيوننا فإذا كانت النافذة نظيفة صافية دخل الضوء بقوة إلى الغرفة وملأ أركان الغرفة أما إذا كانت النافذة معتمة أو قذرة ملطخة فالضوء لن يتمكن من الدخول فكمية الضوء الذي يدخل الغرفة تتوقف على حالة النافذة التي يمر من خلالها الضوء هكذا يريد الرب يسوع أن يعلمنا أن كمية النور الروحي التي تدخل إلى قلب الإنسان وإلى نفسه وكيانه تتوقف على الحالة الروحية للعين خلي بالك تتحذير كبير أوي الحالة الروحية للعين لأن العين هي سراج الجسد إن نظرتنا إلى الآخرين تتوقف على نوع العين التي لنا فهناك أمور تعمي عيوننا وتشوه رؤيتنا للآخرين استخدم الرب يسوع مثل العين البشرية ليعلمنا درسا مهما جدا في البصيرة الروحية هنا نأتي لسؤال عملي كيف تظلم عيوننا يعني تبقى ظلمة أو تبقى سبب عصرة أو تبقى سبب أن الجسد كله أو الحياة كلها تبقى صعبة جدا يجيب على هذا السؤال الدكتور المفسر وليام بيركلي في تفسيره لعزة الجبل فيقول التعصب والتحيز يشوهان رؤيتنا للأمور ولا يوجد شيء يفسد حكم الإنسان وتقديره للأمور مثل التعصب فهو يعطل الإنسان عن أن يصل إلى تقدير صحيح معقول صراحة هو يعمي عين الإنسان عن رؤية الحقائق ولعل جميع الاكتشافات الجديدة في القرون الماضية كانت هدفا للمقاومة والرفض بسبب التعصب التعصب من الكنيسة فعندما اكتشف السير جيمس سيمبسون فوائد مادة الكلوروفورمو في التخدير كان عليه أن يواجه عاصفة من النقد والتعصب من الهيئات الدينية في عصره من رجال الدين وقالت قال بعض رجال الدين إن تخفيف أوجاع النساء عند الولادة اللي هتكون بسبب المادة اللي اقتراحها هذا الرجل إنما هو تحدي لناموس السماء ده بسبب التعصب والجمود الفكري ونفس الموقف عندما اكتشف ماجلان قروية الأرض أرض قروية وليست مسطحة تعرض لمحاكمة قادة تقضي على حياته لأن البعض من رجال الدين بدافع التعصب ظننا إن هذا الاكتشاف ضد الإيمان لذلك من الضروري أن نفحص نفوسنا لنتأكد أن تصرفاتنا مؤسسة على نظر صحيحة بعيدة عن التعصب العين المتعصبة عين مظلمة لا تستطيع أن ترى الأمور بوضوح حاجة تانية خطيرة الغيرة تشوه رؤيتنا للأشياء يعني الغيرة تحول الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة وحشية خالية من العقل والمنطق بصراحة كم من زواج تحطمة على صخرة الغيرة سواء الرجل يغير على زوجته أو زوجته تغير عليه بيحطم العائلة الغيرة بتدمر وتعطي التصرفات بتحول التصرفات البريئة على أنها علاقات آسمة دي مشكلة كبيرة خصوصا في مجتمعاتنا العربية وحتى المسيحية كم من صداقات انقطعت بسبب الغيرة التي تعمي العيون عن الحق حاجة تالتة الغرور يشوه رؤيتنا للحقائق الغرور يشوه رؤيتنا للحقائق فيجعل الإنسان غير قادر أن يرى نفسه على حقيقتها وفي نفس الوقت يصير عاجزا عن يرى الآخرين كما هم أو يراهم بطريقة حقيقية فإذا اعتقد الإنسان في نفسه إنه على درجة فائقة من الحكمة لن يقدر أبدا أن يتبين جهالاته وإذا كانت عيناه طرى فضائله الشخصية فقط فلن يستطيع أن يرى رزائله وعندما يقارن نفسه بغيره فلابد أن يرى عيوب الآخرين ولا يرى عيوبه هو يرى عيوب الناس الآخرين لكن لا يرى عيوبه هو إن الغرور لا يمكن أن يصل إلى درجة النقد الذاتي مش أقبل أن حد ينتقدني أو أنا أنتقد نفسي وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يصلح نفسه وهكذا يصير النور الذي يرى به نفسه والآخرين ظلاما فكيف تكون لنا عين بسيطة تابعوني بعد الفاصل حتى نجاوب على هذا السؤال الهام كيف تكون لي عين بسيطة المترجم للقيف موضوع هام لكل إنسان بيشاهدنا اسمع ماذا قال المسيح مرة تانية سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون العين الشريرة هي العين المتعصبة خلي بالك يعني عندك تعصب للي انت فهمه ولي انت متؤمن به واللي انت مقتنع به فبترفض أي حاجة تانية والعين الشريرة هي عين الغيرة والغرور يعني الغرور والغيرة مشكلة كبيرة للعين اللي بتنظر نظرات شريرة الغرور والغيرة والتعاصب كلها أمور خطيرة جدا على حياتنا الشخصية العين المشتهية لما يملكه الآخرين لو رجعنا للوصية الأخيرة من الوصية العشر في خروج أصحى عشرين وعدد سبعتاشر آخر غصية في الوصية العشر يقول الكتاب لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا صوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك طبعا ناردة ممكن نترجمها بطريقة جديدة ما تشتهيش بيته ما تشتهيش سيارته ما تشتهيش ممتلكاته ما تشتهيش دوجته كل الأمور دي في الوصية الأخيرة من الوصية العشر الشهوة الشريرة تبدأ من العين الشريرة اسمع ماذا قال سفر الأمثال في أصحى ستة وعدد خمسة وعشرين لا تشتهينا جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها يعني لبسها الجميل وشكلها الحلو الشهوة هي أم كل محظور الشهوة هي أم كل محظور والعين الشريرة ترغب في امتلاك كل مطراء شوف عربية جديدة شوف بيت جديد شوف لبس جديد شوف شنطة جديدة كل حاجات دي العين عايزة على طول تمتلك مطراء بدافع الأنانية وحب الزات كمان أخطر حاجة الشهوة الجنسية الشهوة الجنسية تهاجم كل تلميذ للمسيح لذلك يجب أن تحترس لعينك التي هي البوابة إلى قلبك عينك البوابة إلى قلبك اللي بتشوفه عينك بيوصل لقلبك اللي بتجتهي عينك بيوصل لقلبك لا تسمح لعينك أن تكون عين شريرة من فضلكم أنا بقول لنفسي وأقول لكل مشاهد لا تسمح لعينك أن تكون عين شريرة والكلمة اليونانية المترجمة شريرة تعني التقطير والتزمر التقطير والتزمر عين شريرة يعني عين مقطرة ومتزمرة أي العين الباخيلة العين المتزمرة التي لا تشبع بما عندها يعني عندها حاجات كتير حلوة أوي لكن لا تشبع مما عندها عشان كده سليمان الحكيم في سفر الأمثال الصحة 23 بيقول لنا عبارة حلوة أوي لا تأكل خبز زي عين شريرة ولا تشتهي أطايبها كإنما يصينا الحكيم أن لا نأكل عند ذلك الذي يعد علينا كل لقمة نأكلها ليه؟ لأنه هو بخيل ومتزمر العين المتزمرة تشوه رؤيتنا للأشياء فتجعل النور الذي فينا ظلاما عشان كده الرب يسوع بيقول هذا التحذير إن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون تعيش حياتك كلها في ظلمة لا ترى إلا نفسك وترى كل ما حولك بطريقة خاطئة عشان كده تأكد إن إبليس يعمل جاهدا أن تبقى عينك مظلمة لا ترى نور المسيح ده تحذير لكل إنسان عينك الشريرة اللي إبليس بيملها بالشر لا ترى نور المسيح اللي هو بينير الكون كله بكل تعليمه وبكل إعلاناته وبكل كلامه اسمع ماذا يقول الرسول بوليس في رسالته إلى أهل كرونس الرسالة الثانية وأصاح أربعة وعدد أربعة اروها معي على الشاشة الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى مش عينيهم بقى أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله نفسي أرى معاكم الآية دي مرة تانية جميلة جدا الذين فيهم إبليس بيعمل إيه إله هذا الظهر إبليس قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله كل واحد غير مؤمن بالمسيح هو أعمى لا يرى النور المسيح هو نور العالم المسيح جاء نور العالم المسيح أعلن عن نفسه نور العالم ومن لا يرى المسيح فهو في ظلمه إبليس أعمى عينيه عن رؤية ومعرفة الحقيقة يعني دي مشكلة كبيرة قوي لكن تلميذ المسيح يحتاج أن تكون عينه بسيطة وإننا نقرأ سؤال عملي ما معنى العين البسيطة إن الكلمة المترجمة بسيطة بمعنى سخية مثلا في عقوب واحد عدد خمسة وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له سيعطى له العين البسيطة تنظر بفيد من الحب والشفقة على الآخرين عندها قلب مليان بالعين بتسبب يعني إحساس بالشفقة والحب على الآخرين كمان تقدر ظروفهم الشخصية كمان تعطف عليهم عمليا لتخفف ألمهم وتهتم بإعوازهم عندئذ نرى الناس بوضوح لما عنينا تنور بنور المسيح نرى الناس بوضوح تصير أعيننا نورا لنا تنور قدامنا علينا أن نكون أسخياء في حكمنا على الآخرين ونبحث عن أفضل ما فيهم بدلا من التفكير في أسوأ ما فيهم ركز على الأمور الإيجابية العين العين البسيطة المنيرة النقية هي عين يسوع الذي كان ينظر بها للمرأة الخاطئة نظرة عطف واحترام وتقدير وينظر إلى السامرية المرفوضة ويحبها وينظر إلى الأبرس ويشفيه وإلى المفلوج والأعمى يعطيله استنارة يسوع بينظر نظرة مليانة بالحب والتشجيع يسوع بينظر للإنسان ويقدر قيمة الإنسان حتى في أسوأ حالاته مهما كانت حالتك نظرة يسوع عليك نظرة احترام وتقدير ورغبة في أنه يرفعك تستطيع أنت كإنسان أن تحصل على عين بسيطة منيرة عندما تركز نظرك على يسوع وحده ركز نظرك على يسوع لا تستطيع أن تبقى عينك بسيطة إلا باتباع يسوع المسيح وحده وتستقبل منه النور الذي يأتي منه ومن كلمته نور يأتي من المسيح ومن كلمته فإن نظرت نظرت العين شيئا بعيدا عن يسوع تخدع الجسد كله وإذا اتجه القلب إلى سراب العالم وقعد يبص كده على الحاجات كل ما يجري يلاقيها سراب وبركز في المخلوق عبدا عن الخالق ضاع تلميذ المسيح اوعى تنخدع بسراب العالم العالم كله سراب باطل الأباطيل الكل باطل وقبل الريح ولا منفع تحت الشمس خلينا نرجع للعنوان سراج الجسد هو العين وصراج التلميذ هو قلبه سراج الجسد هو العين وصراج التلميذ هو قلبه فالقلب يصير مظلما لو تعلق بالأشياء الأرضية الفانية احنا كل أفكارنا وكل تموحاتنا متعلقة بأشياء أرضية عشان نمتلكها مع أن كلها تراب وإلى التراب ما فيهاش أي فائدة لكن كل تعلقنا نتيجة نظرتنا للأشياء وحبنا لها نتعلق بالأشياء الأرضية رغم منحت لنا البركات الأرضية لنستخدمها لا لنجمعها ونكومها أولها مرة تانية العبارة حلوة دي منحت لنا البركات الأرضية يعني فيه بركات أرضية كتير لنا ربنا منحها لنا عشان نستخدمها ونتمتع بيها لا لنجمعها ونكومها لكن من المهم أن نركز عيوننا وقلوبنا على الله صانع الخيرات هو مصدر كل الخير مصدر كل البركات ركز عيوننا وقلوبنا عليه فنمتلئ عيوننا وقلوبنا بنور المسيح رسول رسول بوليس في رسالته الثانية إلى أهل كرونسوس صحاح أربعة وعدد ستة آل عبارة حلوة أوي آية جميلة لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح إحنا مدعوين لنرى مجد الله في وجه يسوع المسيح فتمتلئ حياتنا وعيوننا وقلوبنا بإشراقة نور المسيح هذا الوعد لنا لنختبره في حياتنا ونتمتع بالعين البسيطة نتمتع بالعين البسيطة والقلب النقي الذي به نعاين حضور الله طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله عين بسيطة وقلب نقي نعاين حضور الله ونستمتع بعلاقة حقيقية مع الله ربنا يساعدنا كتلاميذ للمسيح أن نعيش في هذه الأرض بعيون بسيطة نقية كما علمنا المسيح في هذه الآيات الرابع معكم تلميذ للمسيح الوديع القدوس المتوضع القلب مؤمن مكرس طيع خادم أتعلم الحب تصدوري يسوع الكلمات أنمو بالحكمات والنعمات أتشبه بالمسيح الميذ الميذ لسيدي المسيح الميذ الميذ وأعيش للمسيح الميذ المتوضع المتوضع